مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي حكي عنه 3 ديسمبر كنون الاول اليوم الامر بيكون موجود ببرش الحوت ابتداء من الساعة 7 و 12 دقيقة صباحا يعني 9 و 12 دقيقة صباحا التوقيت العالمي كل النهار فينا نقول انه الامر موجود ببرش الحوت وطبعا الشمس موجودة ببرش القوس وعم بيشكل مربع بين الامر والشمس في مربع بينتون يعني فيه احتمال موالي برش العذراء ومواليد برش الجوزاء تكون هي المواليد اليوم الاكثر تقلبا من ناحية الطبع كيف بده يكون هيدا انهار الرجاء متابعة الابراش الشهرية الاسبوعية خاصة لتعرفوا كيف بده يكمل الاسبوع البداية مع برش الحمل اليوم مولود برش الحمل بعتبره من الايام البطيئة من الايام الهادي جدا من الايام اللي بتتأخر فيها اعمالك ويمكن اشغالك وبتحس حالك مأخر او ما عم تستوعب الامور بسرعة الاجواء متقلبة لانك انت حايص وعندك رغبة انك تشتغل بسرعة لكن الجو مش عم بيلبيك فكون حذر وانتبه من التأخير والالتيباسات بشكل خاص اذا كنت من مواليد ادار مارس بنتقل لبرش الثور اليوم مولود برش الثور نهارو يمكن افضل واريح من اليومين اللي مرأوا اليوم مولود برش الثور قد يعاني من ضغط معين فجأة مطلوب منك تركض وتلبي طلب معين او شغلة اجتماعية او يمكن تكون عائلية بدك تنتبه لبعض الامور الاستشفائية ايضا بتبقى المواليد الاقل حذرة 23-24 نيسان عبريل بالنسبة لبرش الشوزاء بعتبر هيدا انهار متقلب مثل طباعك يلي معقول اليوم يكون شوي متقلبة منه الادهادي مع احتمال يكون في نوع من تجاذبات منه كتير على زوءك فبدك تكون كتير حذر اليوم انت تحت الاضواء والناس وخاصة المسؤولين عنك يمكن عم برأبوا كيف تصرفاتك وكيف شغلك فانتبه من ارتكاب الاخطاء الاكثر قلقا فيها تكون 30 و 31 ايار مايو بنت الا برش السرطان يلي اليوم نهارو حلو اليوم نهارو بيلبيه نهارو بيساعدو نهارو بيخلق له فرص حلوة وإيجابية وبنائة وبالتالي اليوم مولود برش السرطان اليوم نهار ممتس من هالأيام الحلوة بأسبوع هيدا الأسبوع الأسبوع الحالي فتقريبا بلش اشتغل على أمورك الصعبة شهل بشغلك وبرمج عمالك الصعبة لهيدي الفترة الاكثر حفظا فيها تكون مواليد حزيران يونيو بشكل خاص 21 و 22 بنتقل لبرش الأسد اليوم مولود برش الأسد اليوم أريح من مبارح بالتأكيد المعاكس اللي كانت ضدك مبارح أو المبارح اليوم راحت اختفت وصرت تقريبا عشط الأمان لكن مطلوب منك تيسير الأمور وإعادة ترتيب الأمور وإعادتها إلى مجراها الطبيعي انتبهوا مواليد برش الأسد اليوم النهار مش لحتى تتكبروا فيه إنه أوكي غاب خصمكن عن الساحة ما معناتها إنه صار فيكن تعملوا اللي بدكن ييه تبقى الأكثر حفظا نسبيا واحد واثنين وثلاثة أب أغسطس بنت إلا برش العذراء اليوم مولود برش العذراء نهارك بعتبره فلكيا من الأيام الصعبة الملبكي يلي بتحس حالك إنه أنت في عندك نوع من قلق ونوع من ضرورة لتسهيل أمور انتبه بالمدرسة انتبه بالجامعة انتبه عن طرقات انتبه بعمالك لأنه معقول تكون أنت شوي متوتر وتنعكس هالأمور بطريقة سلبية على الشغل وعلى الأداء بشكل خاص إذا كنت من مواليد أب أغسطس بنت إلا برش الميزان اليوم مولود برش الميزان بيرجع نوعا ما بيجرب إنه يضبط الأمور يبرمجها مثل ما لازم وبيرجع بفكر كيف بده يخترع قوانين جديدة خط جديد روتين جديد ليقدر يشتغل بطريقة مناسبة اليوم النهار ليس سلبيا اليوم النهار مساعد لألك لكن اليوم بدك تعرف نهار طويل نهار شغل وما بتهدفه أبدا ومعقولة تتعب فيه كتير إذا ما نتزمد وقتك بتضل تلت عشرين أربع عشرين أيلول سبتمبر نسبيا الأوفر حطان كمل مع برش العقرب يلي اليوم نهاره حلو بفش الخلق اليوم مولود برش العقرب وأخيرا صار فيه مجال يتنفس وياخد نفس عميق نهاري تتقدم فيه تاخد فيه حقك نوعا ما مش بس اليوم بكرة أيضا تابع الأبراج الأسبوعية اليوم مولود برش العقرب برضو مطلوب أنه يكون حذر إذا كان من موليد 1-2-3 نوفمبر لأنه تحت تأثير كوكب المريخ الذي قد يجلب المشاكل والحوادث فكونوا حذرين بالنسبة لبرش القوس اليوم مولود برش القوس عنده جمعة عنده لقاء عنده قاعدة عائلية من الأيام الحلوة إذا أنت طولت بالك مولود برش القوس يمكن اليوم تلتقي على نقاط مشتركي بينك وبين ولادك بين الناس اللي حابب أنك تلتقي معهم على نقاط مشتركي الجو ليس سلبي لكن شوي بيتحديك وبيطلب منك طول بال وبيطلب منك تكون رايق خاصة مع أقرب الناس لك وبعض مولود برش القوس يمكن اليوم يخترعوا شيء يدخلوا شيء جديد على حياتهم أو على بيتهم الأنشط المبتهدى 1-2-3 ديسمبر بنتقل لبرش الشدي بالنسبة لقلكم مولود برش الشدي نهار بيعطيكم سرعة في سير الأمور في سرعة بسير الأعمال هناك نوع من تفاعل معكم أنتوا بتتفاعلوا أيضا مع محيكم طريقة سريعة وبالتالي التلميذ اليوم أنشط بيتحرك بسرعة بفيقوا بكير على مدرستهم على جامعتهم يلي عم بيشتغل اليوم عنده اتصالات كتير ما بيهدى التليفون الحياة الاجتماعية نابضة ناشطة في حركة وأنتوا بحاجة لهذه الحركة لاتبرهنوا شيء ما إيجابي الأكثر حظا 21-22-23 كانون الأول ديسمبر بالنسبة لابرشد دالو تقدم احتمال يكون فيه نتيجة لمسألة مالية لتعاطف معكم احتمال انكم تتقدموا بمفاوضات بمحاسبات بامتحانات ضلكم محاضرين حالكم وإلا معقولة تحسوا حالكم مؤثرين أو متأخرين عن شغلكم عن مدرستكم أو عن حياتكم الاجتماعية فيه احتمال يكون فيه ربح بانتظاركم على أنشاط يلي ما بتهدأ 1-2-3 شباط فبراير بنتقل لبرش الحوت بالنسبة لألك مولود وإلا إلك مولودة برش الحوت الأمر ببرشكم اليوم فيه نوع من تغييرات حلوة طلة حلوة لألكم يمكن تكونوا تحت الأضواء وتكونوا أشخاص فعلا مهمين جدا أنتوا اليوم في المكان المناسب الأجواء الرائعة بتقول لي مولود برش الحوت حضر حالك كون جاهز أنت اليوم بتاخد اللي بدكي احتمال يكون فيه تطور لأمور عالقة أنتوا بحاجة لنتيجتها تبقى الموليد الأكثر حظا موليد شهر شباط فبراير بختم مع مولود اليوم بقول له لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة سنة بتتكون فيه عناصر مهمة على صعيد شخصي عائلة أو منزلي هايدي سنة بتسافروا فيها أو بترجعوا فيها من سفر ديسمبر نيسين أبريل أب أغسطس من أهم الأشهر بدي أتمنى لكون نهار كتير حلو وإلى اللقاء كل يوم وبطلع الأبراج ساعة 6 المساة توقيت بيروت إلى اللقاء باي باي